السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس موقع T2Space.com إذن إن شاء الله فالدرس سوف نشاهده كيفية من ممكن التعامل مع برنامج الفايدزيلا لنقل ملفات عبر بروتوكول FTP الدرس سوف يكون كتتم المقال التقني الذي شاهدناه البارح على موقع T2Space واللي تحدثنا فيه عن بروتوكول FTP لنقل الملفات عبر الشبكة واللي كنا في نهاية الدرس وعدناكم باش نديروا وحد البرنامج أو عفون فيديو يشرح كيفاش من الممكن استعمال برنامج الفايدزيلا إذن أول شي نعاود نذكر يعني شنا هو FTP وشن الفائدة من البروتوكول FTP بروتوكول FTP هو وحد البروتوكول يعني مفيد لنقل الملفات عبر شبكة الإنترنت إذن ناخدو حالة بسيطة لاستعمال هاد الافتوكول FTP ناخدو وحد المستخدم ولا عميل مستخدم هاد المستخدم في هذا المثال هو أنا اللي كان ملك كمثال موقع T2Space.com هاد الموقع يعني الفولدر والملفات من ديال الموقع موجودة في وحد الخادم على الشبكة هاد الخادم في حالة مديالي موجود في موقع أو على سيرفر بلوهوس إذن أنا كنبغي أنني نقوم بعملية نقل ملفات لهذا الخادم باش نوفرها الإخوان كمثال بغي نعطيهم واحد للملف يقوموا بتحميل مدياله أو بعض الصور أو هاد الأمور المختلفة إذن طريقة المتلى والأفضل باش ممكن أنني نقوم بنقل هاد الملفات وهي نسعمال بروتوكول FTP وذلك عن طريق تسعمل واحد البرامج كتسمى عاميل FTP والأشهر على الإطلاق هو برنامج الفايت زيلا إذن كننستالي برنامج الفايت زيلا كنتخله وكنقوم بعمليات على إستدار التسعمل والتغنسفير من PC نحو سيرفر إذن هذه الأمور كاملة سنشاهدون إن شاء الله بالتفصيل عن طريق هاد الفيديو إذن أول شيء الأمر الأساسي هنا أنا دخلت الأسباس من البلاو هوسط هنالش بغيت نوريكو ماد الامر لانا باش يمكن تعمل مع ال FTP خصوة داروكو عندك كونت FTP يعني كون عندك كونت FTP يعني لسيرفر والليبرجر للهوستي المديالك هو اللي كيعتك هاد الكونت FTP كمثال انا لو بغيت نخد ال FTP اكاونت اللي عندي كنمشي هنا يا لبلوهوست login bluehost.com كنمدخل للساسي بانال الخاص بي و كنمشي كمثال هنا يا لأكاونت FTP هنا باللغة الفرنسية كونت FTP و كن نخد يعني لهذا كونت هنا هاد الあكاونت اللي فيه تضيك معلومات اساسية كيكون عندك سيرفر او الاضغة السيرفر و في اغلب الحالات كتكن FTP نقطة لادومين name .com او .net و كككون عندك لوجين او username و باسورد اذا هادو مال معلومات باش يمكن تكون itp ettrb مع سيرفر الخاص بك إذن هاد الأمر أنكم مخصكم تاخدوه من عند كما قلت لكم الهوسترين بروفايدر من دالكم وغادي إن شاء الله ندوثوا المرحلة القادمة واللي هي تحميل البرنامج الفايد زيلا علاش اختارينا برنامج الفايد زيلا الجواب سهل لأن برنامج الفايد زيلا هو أفضل هاد البرامج على إطلاق وهو برنامج مجاني مفتوح المصدر ما كينش فقط برنامج الفايد زيلا كين برنامج مثال كورف تيبي كذلك هو برنامج جيد نوعا ما سمارت في تيبي هناك العديد العديد من البرامج الأخرى إذن فايد زيلا كيمكن لكم برنامج غادي تستعملوا بكاترة خاصة الإخوان اللي عندهم مواقع الويب أتشو الموقع فايد زيلا بروجيك دوت او وغا تقوم بتحميل فايد زيلا كلينت يمكن تحميل فايد زيلا سابع نحن نحتاج فقط الفايد زيلا كلينت لأننا غا نقوم بنقل ملفات من الكلينت إلى السيرفر إذن تقوم بتحميل البرنامج وتديروا عملية الانستال عملية الانستال عملية سهلة جدا كجميع برامج الويندوز ما تلقوش أي صعوبة ومباشرة غا نتحولوا الواجهة برنامج الفايد زيلا إذن مني كتقوموا بعملية الانستال للبرنامج هذه الواجهة الخاصة ببرنامج الفايد زيلا إذن غا نشرحوا شوية الواجهة هنا هاد المكان الخاص باللوكال سايت يعني كي وريك او كي كافيش يعى الفولدر الخاصة بالبي سي لوكال وهنا السيرفر يعني كافيشي قال الفولدر الخاصة بالدستان سيرفر إذن شيء الأساسي مني غا تاخدو هادوك للتخوة زينفورماسشون لثلاثة المعلومات اللي فيها السيرفر أدرس فتب سيرفر أدرس ويكون فيها اليوزر نيم والباسورد كتبشو هنا يا السايت سايت ماناجر هنا كتدرو نيو سايت فهد نيو سايت كتدرو الهوست بما أنني أنا هنا غادي نوريكم مباشرة في ميت اوكي هنا يغادي ندير عمليات ديليت نغا رجع لها دا نرمال ما دونك هنا غادي نوريكم مفت هنا يغا الهوست أغلب الحالات كي كون هو يغا الهوست الف تي بي دوت الدومين نيم دوت للكم البورر نورمال ما كيكون 20 يعني بخدير فو كيكون بورر 22 هنا يغا لبروتوكول احنا غاستعملو الف تي بي واليوز بلين الف تي بي هلا الوقانا الالوغن تايب تاخدو نورمال وهنا الوزرنايم قد تاخدو الوزرنايم اللي أعطاكم الهوستن روفير والباسورد تاخدو الهوستن روفير يعني مني قد تقوموا معاملة إدخال هاد المعلومات وتديرو كونكت قد تكونكتو مع السيرفر لاحدو معي هنالى كان يوجد جميع المعلومات مدينة اللي يكونكتو مع السيرفر وهنا كان يوجد كار للدوشي واللي في شي للموجودين في السيرفر الان الخاص بي إذن أنا بطلّ لcı مثال بسيط عندي一個 المجموع Mars في موقع ToSpace إذن نقلب على موقع ToSpace هذا هو موقع ToSpace إذن هنا هذا هو الفل در الخاص خذن أقمكنه هذا الفل در و سأقكز الدر الترون وغا نحاول ندير العمليات الـ Envoi أو نقل الملف إلى هذا الفوردر هنا إذن الملف اللي بغا نقول أنا هو FileZilla لاحظوا معي هنا باش نقدروا نفهموا أنه هنا هو Local Site يعني كافيشيقة الفوردر الموجودة في PC Local عندي هنا يمكن تنافيغي في الـ Desktop في الـ C في الـ D أنا عندي الـ Document اللي بغا ندير لي عمية الـ Upload في الـ Desktop إذن غادي نخدم الـ Desktop وهنا غي أفشيقة الفوردر اللي كان في الـ Desktop هنا قلت لكم الفوردر كي اسمي ToFightZillaTuto إذن هذا هو الفوردر هذا الفوردر هذا يمكن سوى نتخلصه كامل سوى أنني ندخله ونتخلصه ونتخلصه لدونة ولا الفيشيه اللي هما على الـ Interim deur إذن اللحظوا معي كيفاش يمكن نتخلصه هذا الفوردر العملية سهلة إما يمكن تكليك وتدير Upload وإما تقليص Depose يعني غادي تدير دراج ندروب وغادي تزو وتحطوه هنا في السيرفر وهنا كتلاحظه معي هنا التحت أنه يدير عمليات Upload هنا غادي انتاد روحت يقوم بعمليات Upload فولدر وبهذا الشكل يمكننا بشكل بسيط نقلنا بعض الملفات للسيرفر الخاص بنا يعني العملية تفيد كثيرا يعني باش نقلوا ملفات كبيرة فهو أكثر أمان وأكثر سيكوريزي كثير من استعمال البروتوكول RTP إدان هنا تمكننا من أننا نقوموا بعمليات إرسال هاد الملف فايزة لاتيوتو ونحضوا معي الأدغس غا سكون هي إدان نغا نمشو نافيكاتور مديلنا وغادي نحاولون أقصدو هاد الأدغس إدان هنا غادي نغير لغة إدان tuto space slash ads slash file zilla tuto لاحظوا معي أن أكسدي وكما تلاحظوا معي أن هنالكل هادوك اللي سو فولدر اللي موجودين في هاد الملف اللي قمنا ب إبلود ديالو على السيرفر هنا يلا بغتن أكسدي كمثال هاد الصورة إدان هنالك تلاحظوا معي هاد الصورة هنا إدان بهكا قد دينا أننا نديرو ترانسفر للفولدر من اللوكال سايت يعني من بي سي ديالنا نحو السيرفر الموجود في متحدة في هاد الحال إدان يعني أنا أعطيتكم مثال بسيط كيفاش مال ممكن سعملوا لنقل الملفات يعني ماشي فقط ممكن تقوم بنقل الملفات فقط لاحظوا معي أنني أنا باستعمال برنامج الفايد زيلا هاد الفولدر ما بقيش محتاجوي يبقى عني في السيرفر يمكننا ندير عمليات دياليت مباشرة هنا أو عمليات رينايم يمكننا ندير رينايم نسميه الفايد زيلا مباشرة و رجع للبراوزر رجعه هنا ونحيد التوتو إذن الفولدر غاي يقولي اسمه فايد زيلا ممكن أيضا ندير عمليات دياليت يعني نقوم بعمليات مسح هاد الفولدر إذن كذلك غاي قوم بعمليات مسح ولو حاولنا نرجع للبراوزر وندير ريفراش غاي قولي يا غير موجود هاد هاد الأمر اللي انت كتطلبه إذن الأساس هنا هي استعمالات من ديال FTP هي استعمالات كثيرة ومفيدة جدا خاصة الأصحاب المواقع كما تلكم اللي بغين نقلوا الملفات وبغين نقلوا المواقع من ديالهم من الـ الـ نتمنى أنني نكون توفقت في هذا الدرس الخاص بالبرنامج الفايد زيلا ونتمنى لو كان عندكم فيتساؤلات اقتراحات يمكن طرحوا علينا إما في التعليق الخاصة بالدرس أو في صفحة الفيسبوك facebook.com slash T2Space نكون سعيدا جدا بالتواصل معكم والإجابة على تساؤلاتكم وإلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم على موقع وتساؤلاتكم تساؤلاتكم 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 تساؤلاتكم